السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجة حبيت اليوم باش نتطرق الموضوع هذا انتع رشيد نكاز والتسجيل هذاك اللي داره ونشره على الصفحة انتعه والدولة بعض وسائل الإعلام وربما تدول وسائل الإعلام يعني على مستوى الدولي مش فقط على مستوى الجزائر بطبيعة الحال حبيت باش نعلق على هذه الحادثة وأبعث برسائل الناس اللي همهم الأمر أنا مبدائيا ضد استعمال العنف سواء في حق رشيد نكاز أو في حق أي إنسان هذه تسمى من المبادئ انتعي ماذا بنا على جلباش تتصارع الأفكار وليس تتصارع الناس بالكلاشينكوف وبالسلاح والله بهذه الاعتداءات ولكن في المقابل أنا منيش من النوع ذاك اللي يستطيع الإنسان هو أنه يلعب له العاطف انتاعه ويحاول هو أنه يستدرجه أو يجره إلى أمور اللي هي لا علاقة لها بالموضوع يعني يحب هو يستعمل قضية كما يقولون انت يدرب لاش هذاك على جلباش واحد يدرب لي واحد على جلباش هو يديه المسألة واحدة أخرى أولا أطلب من كل إخوة والأخوات اللي رامي تابعوا في التسجيل الانتاعي سواء الآن على المباشر أو فيما بعد لما نحمله على موقع انتاع اليوتيوب قبل ما انت يا تعلق فكر خدم عقلك قبل ما انت هو أنك تنجر وراء العاطفة خدم عقلك أخويا خمم وفكر وفيما بعد ابني على الأقل الموقف انتاعك يكون مبني على منطقه ويكون مبني على الأقل ويكون مبني على حكمة موش فقط هو أنك انت تروح تسب واحد والله انت تحتدي على واحد يعني انت تعتدي على الناس هكذا كتسب في الناس وفي نفس الوقت انت تقول بلي هذا الشخص هذا راه وتم الاعتداء عليه ما تعتديش انتاع للناس إذن انت خدم عقلك واسمع الكلام تاعي إذا كان الكلام تاعي هذا راه هو صائب خوذ به وإذا كان الكلام تاعي هذا راه موش منطقي وموش واقعي انت يا أرميه في سلة المهملات ومكش محتوم على جرباش تتبع تسجيلات انتاعي سواء على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ذرك هذا راشيد النكاز آخر تسجيل داره على الصفحة تاعه كان يتحدث على عمار سعداني وكان يتحدث على القضية انت عن نقاب من أنوره ورايح للبي بي سي على جلبه يتطرق لهذه القضية وتعرفوا بلي هذه المسألة ليست جديدة ذرك مباشرة هو بدت تسجيل تاعه هذا على المباشر ولكن هو ما ورناش علاه راح هو الدار هذه انتاع سعداني علاش راح هو الدار تاع سعداني كيفاش انت رحت الدار تاع سعداني في وقت مبكر واحد انتارك نوضته من النوم راه هو راقد ناظ مصكلب في راسه ما على بلشان راه هو شار بالدواء والله عنده حاجة المهم راه هو ناظ انت علاش رايح لدار تاع سعداني ياهل تارا راك رحت انت بطريقة قانونية تارك تزعم من انك تارك تحوز على دولة القانون وراك في فرنسا راك في دولة انتاع قانون هنا في فرنسا لما يروحوا هما يفتشوا دار تاع واحد شرطة اللي هما رام يمثلوا الدولة رام يخذوهما التصريح من عند وكيل الجمهورية على جلبة شوما يروحوا لدار تاع واحد كيفش انت رايح الواحد للدار تاعه شكون هو المعتدي انت والله هذا اللي يرى هو ضربك شكون هو المعتدي انت اللي رايح معتدي انت اللي رايح الواحد للدار تاعه يا سيدي انت رايح تقول في التسجيل هذا اللي انت بديته مباشرة وانه خلاص يعني مع البناش حنا ترك تصور مباشرة تنوين انو الشرطة راه موجودة وانت رايح تبان هكذاك بللي رايح كين دماء رايح تسيل من وجه انتعك ويوريو في شخص معلبان نشبيه احنا ما نعرفوش احنا راني نتفرجوا فقط راني نتابعوه وراني نحلو في الشي اللي انت رايح تقول فيه تارك تتهم في هذا ابن سعداني فارضا بللي هذا راه هو السعداني هذا راه هو اللي يضربك ولكن وش هو الشي اللي خلاه باش يضربك كيفش انت رايح الواحد في الدار تاعو يعني انت بسيفتك وش تروح ليه يا هل تاران تارك محقق يا هل تاران تارك صحفي يا هل تاران تارك وكيل جمهورية يا هل تاران تارك شرطي انت رايح في دولة في فرنسا وراك تقول بللي رايح دفعت الجنسية انتاعك وخلاص ما رايحش وليت مواطن فرنسي رايح انت الواحد في دارو سرقها رايح انت يا قاضي رايح انت في دولة انتاع قانون رايح عندك المحكمة وروح ارفع دعوة قضائية ضده قال سيدا داره وسرق الاموال تاع الشعب ووراني جيت على جلبة شعالة نرفع بلنت به وفيما بعد المحكمة تارك تعترف بالدولة تعترف بالقانون خلي الدولة فيما بعد وخلي القاضاء هو راه يقوم بالمهمة انتاعو انت الشي اللي رايح تقوم به انت رايح تحوس على طريحها كذا ش انت فيما بعد لما يضربك واحد فيما بعد انت تعيط تقول انت باللي هم ضربوني وههم قاتلة وههم سفحين وههم كذا انت رايح تحوس عليهم انت رايح كل يوم كل يوم طالع هابط بالاضافة الى حتى الناس اللي كينين معك زوجه من الناس رايح معروفين بالاسماء انت رايحهم كذبوا تبلعيط يعني اخرتها كين واحد ضربوا واحد انا شخص هذا ما عندي حتى علاقة به ما انا اعرفه وما كذا ودخني في الموضوع على اساس انه انا علاقة مع واحد ضابط في الدرك ما على باليش انا وانا ما عندي حتى علاقة به سيدة ذا ما نعرفوش قاسم من بالله العلي العظيم غير عرفته كيف ما رام يعرفوه الناس عن طريق الانترنت والله عمري في حياتي لا التقيت به ولا تكلمت معا وما عنديش حتى مشكلة لو كان الان يعيط لي وقل لي ارواح نتلاقى نوياك نتقاهوانا وياك كلنا نتغدانا وياك وانت حتث معاه ما عندي حتى مشكلة وحتى مع هذا راشد نكاس لو كان جراه انسان راه يحوس على الحوار وراه يحوس هو على الاقناع هو راه عنده مدة هو يستعمل في قضايا من اجل اثارة الرأي العام وهذه القاضية هذه انت عمار سعداني والله العظيم منذ ايام ارسل لي واحد فيديو نسيتش كون اللي يبعثوا لي فيه مجموعة في مدينة الجلفة تسجيل راه موجود ربما الواحد يحوس عليه فقط تسجيل في مدينة الجلفة في مجموعة من الناس يتحدثوا مع راشيد النكاس ويتحدثوا في القاضية هذه انت انشاء الحزب هذا الجديد واحد منهم يقول لهم باللي نستعمل قاضية انت السعداني على جلب بش ندير والبوس هاي 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 بالذات يعني ارسل لي التسجيل هذا عنده عدة ايام ما هو الهدف من ارسال التسجيل هذا لي على جلب انا نشره ما هو الهدف من نشر هذا التسجيل والدماء تسيل هل ترى هو لإثارة الرأي العام هل ترى هو لتخويف الرأي العام الست يا انت يا راشيد نكاس اللي ركت تقول في التسجيل تنتعك باللي النظام في الجزائر راه نظام ديمقراطي وراها الديمقراطية في الجزائر 88% تل ركت تقول فيها والله شكون احنا رانا معارضين لهذا النظام ونريد تغيير حقيقي وليس السرك وليس الكارنفالات هذا التسجيل وهذه الصورة اللي انت ظهرت بها هذه تخيف الشباب تخيفهم من عملية التغيير لأن نظرك هذا الانسان اللي هو يشوف باللي راه ورايح يتحدث راه ورايح يقتل وراها رايح تسيل ديمة انتعو رايح مباشرة هو ينسحب هذا هو شي اللي انترك تقوم به اذن انت الشي اللي رك قمت به هي خدمة هذا النظام وليس ازعاج هذا النظام هذا النظام هذا اللي راه هو قتل العشرات الالاف قتلهم بالسلاح بالتعذيب هذا انت تخوف انت بلي انت تدير تسجيل لماذا لا نقول من انه هذا المسألة انت النقاب هي اللي راه ورا ضربة تعك عليش ما نقولوش هكذا نقولو احنا باللي راه وضرك هذا وليس سعداني علي ما نقولوش باللي قاضية انت عن النقاب ما اي الرسالة اللي حبيت انت ترسلها من فرنسا وش حبيت تقول وهو ضرك مباشرة بعد الضرب تعك خوك هذا جمال ها هو دير بيان راهو ناشرو فيف لا فرنس اذن وش حبيين انتما حبيين واش حبيين تغيير في البلاد انت الم تقول يا راشيد النكاز قبل اشهر باللي راك رايح تترشح في الانتخابات البلدية في هذه عين مران قلتها ولا ما قلتها وين راهو تترشح انت الم تقول انت والناس اللي معاك هذو اللي معاك هذو زوج هذو من الشباب هذو اللي راه معروفين بالخلفية انت وين راهو تترشح انت وين راهو استغل القضية على جلب اشتثير العمل لمسائل اخرى وهذه نتيجة انت اللي وصلت طرحك لها انا لا ادافع عن النظام انا ضد النظام البارح واليوم ولكن الطريقة لتناول المواضيع والكيفية لتناول المواضيع هي اللي وصلت لهذا المستوى لانك لما تشوف انت ناس اقرأوا تعليقات انت الناس كيفش رهم يعلقوا ويتداعوا من انه هذا النظام رهم مجرم انت اذا كان رك انت تنتقد في هذيك الامور عند النظام كيفش انت تجي تتسب في الناس وتجي تتهم في الناس بالباطل وتجي تقول الواحد انت ركي تضرب في الشيطاء احنا كنا ضد النظام وما زالنا ضد النظام واستفدنا من الاخطاء اللي وقعت راها فتنا عمياء في البلاد لانك انت غدوة لما يخرج الشعب للشارع ارواح انت ويحبسوا فيما بعد شكون راها راها تدخل قوة الامن وراها راها يدخل الجيش الناس الان راهم على بالهم بالليبوت فليقة مريض كائنين الناس حابين يفرضوا امر واقع ويحوسوا يخرجوا الشعب للشارع باش هما يلقوا الفرصة على جل باش هما يديروا انقلاب هذا هو اللي راهم كل شي راهم يدور اذا يحوسوا على جل باش يخلقوا مبررات حابوا يستعملوا هذا القضية تعبور ما راحت لهم حابوا يستعملوا عدة قضايا اخرى كلها من اجل تهييج الشارع حتى باش هما فيما بعد يدخلوا بطريقة وقال راهم حصل كذا وحصل لا بد من تدخل الجيش اذا هما راهم يما هدوف الارضية لاستدراج الجيش لانه فيما بعد لما تخرج الناس تكسر وتخرج الناس تحرق وتخرج الناس فيما بعد ارواح انت ويحكمهم فيما بعد لما يدخل الجيش الجيش فيما بعد هو اللي يفرض سياسة الامر الواقع بالكلاش وبالدبابة وبالطائرة وبالصاروخ انت قعد تضرب الزرن اذا في خدمة من انت في خدمة من انت هذا الشي اللي انت راك تقوم به هو لا علاقة له بالقانون انت راك تستعمل في طرق انت البلطاجية والنتيجة انت راك انت اللي صناعت ها بيدك انت اللي خدمتها كيف انت تروح لصفارة صفارة مغلقة دائرين وقت قال ها من الساعة الفلانية الساعة الفلانية تحل وتروح وتقول للناس باللي هاني هدرت معاهم ومحبوش يجاوبوني تروح انت القاضية انت اعلام ها اعلام بالسكوتش وتروح لعدة قضايا قاضية انت الانتخابات الشريئية وان قدرت العائلة انت وفيما بعد تحب انت انت تخلق في المبررات للناس على جلب انت يدخلوا وان تحط رحك ضحية كما يقول في البلاد تعذر بني وبكا وسبق ني وشكا هذه اذن الاخوة والاخوات هذه المسألة انت رشيد النكاز فيها عدة علامات استفهم ما الذي يريده من خلال اثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات بعد ما ارجع من هذه القضية حب يستعملها فيما بعد بازت له القضية جاء هو مباشرة سعداني الان كيف عندك مشكلة مع سعداني او مشكلة مع بنو قضية بنو ماذا سعداني او بنو وش علاقة بنو بالموضوع رايح انت اليه تحمل مسؤولية ترك رايح الواحد رايح لها للدار حتى هو ذو يقول لهم بللي رايح جاء تادي لي هذا اذا كان رايح هو اللي رايح ضربك رايح يقول لهم هو ذني رايح جاء تادي لي رايح حب باش يقتلني وانا رايح دفعت على روحي يخمون في الدير المباشر لو كان قلت بللي رايح السعداني ودرت على المباشر وشفنا كيف ضربك تا مباشرة يلا درت التسجيل وتبين بللي راه قال لولد سعداني راه ضربني وحتى حاولت علاجه لباش تستفز فيه ثم علاجه لباش تزعم يضربك قدام لبوليس واضحة واضحة غير الانسان اللي ما يفهمش اذن انت اللي رك تعتادي دوك احنا مرناش وانت والبلطاجية اللي راه موجودين في الفيسبوك وفي اليوتيوب عطيتوا صورة خامجة شوهتوا المعارضة شوهتوا العمل السياسي وانت رك تمارس انت في المعارضة انت مهري تمارس انت احمد طالب تمارس انت في المعارضة انت ناس سياسيين اللي راه عندهم طرح وعندهم بديل في معارضة انت على ففاس وحتى يتحدثوا بأدب ويتحدثوا بكذا سواء في البرلمان أو في البرة وحتى ينتقدوا في أمر هكذا مش مشكلة انتقدوا يتحدثوا ولكن كيفاش رايح للديار تع الناس الطبطب عليهم ورايح انت يتقوم في دور انت استفزاز وانت فيما بعد انت اللي رك تصنع في هذا الوسمو هذه راه فقط مجرد بداية واذا كان بقي تستمر في هذا النهج خلق في فرنسا الناس اللي راهم يقوموا بالتصوير يقوموا بالتصوير يصوروا ولكن كان أمور اللي انتم تبينهاش كان اللي راهم ذوك هو مش حبيبان ميحبش تتعرف شخصيا تعه وراهم حتى تشوف فيهم المواقع ديرين لانونيما هذيك للناس كان اللي ميحبش يبان انت رايح تصوروا في الدار ورايح تراك تقول بلي راه وش راه دار وش هو الدليل انت بلي راه وسرق وش هو الدليل اراني نشوف فيهم ناس في الجزائر مش في فرنسا تلقى واحد كونطابل عنده فيلا نتع بالحملاوي كما يقول في البلاد كونطابل مش حتى أمين أمين حزب ولا وزير ولا رئيس حكومة مجرد كونطابل مجرد داركي عنده فيلا ما على بلي شانا كيفاش انت راك رايح في فرنسا هنا نشوف فيهم ناس عاديين عاديين رغم عندهم فيلا هنا في فرنسا جزائريين في كل دي بارتومنت في فرنسا جزائريين يمتلكوا فيلا شاليات عندهم سيارات من أفخم سيارات منها تجي رايح الواحد عنده أبرتومو في باطمو راه سرقها والله راه استحقها انت ذوك اذا كان حبيت تنتقد بلي راه ذوك هذا السيد راه سرق وعندك أديلة قدم هالمحكمة راك تقول بلي المحكمة في الجزائر وراها الدولة فيها 88% تعتم مقراطية قدم الملف في انتعك المحكمة وإذا كان مكش مقتنع بهذه المحكمة ومكش مقتنع بالعدالة ما تظلش تكثب عن الناس إذا كان انتظرك راك مقتنع بفرنسا ومقتنع بدولة القانون انتعها يلا هتفضل رح للمحكمة في فرنسا وارفع دعوة ضد هذا سعداني والله ضد أي إنسان اللي راك انت تمتلك وثائق انتعو تحاول هو أنك تظلل للناس وتستعمل في الدعاية في كل مرة تحاول تستعمل قاضية من أجل إثارة الناس وفيما بعد على جال باش انت فيما بعد تستعمل هذه القاضية من أجل توجيه الناس للقاضية تحب انت تترشح للانتخابات الرئاسية قدم برنامج انتعك ونظل حاول أنك انت تكون هذا الشباب لما تكون انت متكون كونهم ويجيوا بأساليب واحدة أخرى إذا كان لك مثلا هذا البلطاجية اللي رهم موجودين في أحزاب بدونه هو أنه نظل ونسميوا الأسماع انتاهم أنت من المفترض هو أنه هذا الناس اللي يكونوا معاك يكونوا ناس متأدبين ويكونوا ناس متخلقين ويكونوا ناس عندهم وعي سياسي ويكون عندهم وعي من كل النواحي وحتى فيما بعد لما تجي تناقش مع واحد قالوا غالو الله غالو ما شاء الله هذا واحد من أنصار انت عرشد نكيز قال متأدب إنسان متربي وقال إنسان متكون وقال إنسان واعي وقال إنسان سياسي وقال إنسان دبلوماسي تايا اللي تهدر معاه تهدر معاك تشوفيهم الكذب التبلعيط التحريف الحقائق بارع نسمع في واحدة أنا كان في العسكر في التسعينات وأنا اللي معارض وأنا اللي لاجع عندي 17 سنة مروحش للبلاد الجين تايا في وقت الأزمة اللي دخلت قا جيت وكنت تذبح في الناس الجين تايا تلعبها لي باللي انترك معارض وأنا راني موالي للنظام أنا ضد عمار سعداني موش في شخصه وإنما ضده لأنه كان واحد من الناس اللي كانوا يمدوا في هذا النظام وضد النظام ضد النظام ككل ومع تغيير حقيقي ولكن مجيش أنت تستعملني وانت اللي البارح كنت مترشح في فرنسا وانت اللي البارح ولا زال خو كذلك راهو دير جمعية نتاع في فلا فرانس وما زلكم في نفس القضية وتحاولوا أن كنتم تلعبوا على العاطفة نتاع الشباب تستعملوا هذا البؤس وهذا الإحباط اللي راه في الشباب على جل باش انتوما تحولوه المغنم سياسي ما تقدرش ياسي نكاز لا انت ولا اللي معاك إذا كان ذرك هذا الشخص راهو ضربك وانا راني قتلك باللي راني ضد الضرب وضد العنف لكن انت اللي رك رحت حوزت عليه تذكرك رايح انتال الإنسان أسيدين قولوا لك حيوان هاي حيوان مفترس ترك رايح عليه ومن بعد قولوا ما أعظني ولا انت رك رايح الحيوان مفترس كلك راك انتالي رحت لي علاجة لكي يفترس ومن بعد تدير انتا فيديو ودير انتال مباشر وقال والله راهو كلاني هذك الحيوان المفترس ترك راكوح تحوز ترك تحوز على اللي بلا هاك لقيتو ني بلوس ني مو لك اذا كان رك حب تدير السياسة دير السياسة من الابواب انتاح دخلها من الابواب التاح نحن نعلم من انه النظام قمعي نعلم من انه هذا النظام ما يعملش بالقانون نعلم بانه فيه مفسدين في البلاد وما اكثر وهم نعلم باللي راهو دبرك مولاه نعلم بانه فيه ازمة في البلاد ولكن الطرق تعل حل انتاح والكيفية هذه رانا قلناها عشرات ومئات المرات لا يستطيع احد بمفرده مهما كانت المزايا نتاعه مهما كانت الإخلاص نتاعه ومهما كانت القوة نتاعه هو انه يقدر يحل الازمة لا بد من التعاون لا بد من العمل الجماعي بطرق سلمية ماشي انت تروح انت واحد رايح ليه على جلب يضربك وتستفز فيه بجلب يضربك وتقول انت طريقة سلمية انا راني نظر بطريقة سلمية نو طريقة السلمية هو انك انت ما تروح تعتدي على الناس يسمعوا فيهم معاك يجي واحد انت ينتقد قال هذا رايح مع طول وعشرين اورو انت اللي واحد من الناس اللي تخدم مع النظام تجي تقول لي انا راني انا تروح انت تتهم واحد معارض اللي راه كان يتحدث على هذا النظام لما كنت انت مترشح مع فرنسا وتجي تقول لهم انت باللي رك تشيت للنظام وانت اللي رك طالع وهابط طيارة طالعة واخر وهابطة والجنت تحاول انك تلعبها من انك رك معارض انا اعرف الناس اللي راه مي ايد فيك كان بعض الشباب المحبط كان بعض الشباب اللي راه ما يعرف اصلا كان بعض الشباب اللي راه هو ناقم من الاوضاع في البلاد لكن في المقابل كان الناس اللي راه يدعم فيك عندهم خلفيات هدف تقسيم البلاد وهذه راه من الناس اللي راه على علم وعلى دراية بالموضوع راه يعرف كين الناس حاب تقسيم البلاد ورام يستعمل فيك في الواجهة ويدعم فيك وكل مرة يستعملوا قضية على جلب شنفخها سواء تعلق الامر بحقوق الانسان او تعلق الامر بقضية معينة هكذا ويحاولوا يصنعوا منها رأي عام وفيما بعد قال فيما بعد يوجه ما ناش اغبية نحن ضد النظام اليوم وغدوة والبارح وفي المستقبل ولكن ما يقدر حتى واحد يجي يستغنى استفدنا من اخطاء اللي وقعت وقعت فيتنا في البلاد صارت فيه ماجازر وصارت فيه وزمه وين تبان انت ضرب انت ضرب واحد بدماغ ولا ضرب واحد بذبزة مع تعذيب انت ناس وين تبان تضرب انت مع الناس اللي حرقوهم وين تبان الناس انت مع المعاناة انت المختطفين عائلة انت حمرها مازلت اليوم راح تبحث الفلذة انت الاكبر انت وين تبان المعاناة انت مع الفقر انت الناس اللي راهم كين الناس اللي راهم يوكلوا من المزبل وين يبان تبان المعاناة انت مع ناس تراهم دورك ضرب وراني قلت ونعود نكرر من انه نران ضد العنف ولكن انت راك تستعمل في طرق اللي هي تؤدي الى ردود فعل عنيفة لما تروح انت الواحد للدار انت هانا نسمعه فيك هانا نسمعه فيك تروح انت الواحد تقوله في دار وانت راك لس وانت راك سراق رايح ليه وش راح تنتظر يقول لك هو رايح هو يجيب لك الورد ويجيب لك القهوة ويقول لك ارواح سير شنكاز ارواح بارك الله فيك مكشفي دولة عمر بالخطاب تارك رايح تستفز في الناس رايح تحوس على البلا تحمل المسؤولية انت اما ذرك هو انك تحاول انك تستعمل هذا القضية من اجل اثارة الرأي العام واخراج المواطنين للشارع راك غالط في حسبك وإذا كان انت احبيت انت تغير ما هاي هذه هي الطرق انت تغير هذه باختصار الكلمة الاخوة والاخوات كين منكم اللي ربما راه غاضب كين منكم اللي راه تحت الصدمة الكلام انت راه محفوظ راكم تعودوا ترجعوا لي في وقت من الاوقات وتكتشفوا من انه هذا راشيد النكاز ليس على الحق راني قلتها في تسجيلات سابقة وهذه الطرق انت السرك اللي راه يستعمل فيها هذه الخرجات اللي راه يستعمل فيها هي راه تشوه في هذا العمل السياسي كين الناس اللي راه يشوفوا فيه بطبيعة الحال راه يفضح في النظام وراه وكذا 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 بطبيعة الحال هم احرار كين منهم اللي راه مع النظام كين منهم اللي راه يدعموا فيه كلهم من أجل إغراق الساحة السياسية بهذه الرداءة ولكن في المقابل الناس اللي رهم يديروا في السياسة رهم يعرفوا باللي ليست هذه الوسائل وليست هذه الطرق وليست هذه الكيفية من أجل تغيير هذا النظام يتطلب جهد جماعي ويتطلب صبر ويتطلب ديراية ويتطلب معرفة ويتطلب تضحيات ويتطلب إخلاص ويتطلب نزاهة ويتطلب كفاءة ليس بهذه الطرق التهريجية نغير هذا النظام هذه باختصار كلمتي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيء